الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في الأسبوع الثاني في هذا المقرر أولا أحب أن أشكر كل الإخوة والإخوات الذين تفاعلوا وشاركوا معنا في الأسبوع الأول سنتناول في هذا الأسبوع إن شاء الله عدة مواضيع عن كيفية المشاركة في المنصات التعليمية المفتوحة كمحاضر بدءا من إنشاء صفحة المعاينة، ملخص المادة والملف الشخصي وأيضا مقدمة الفيديو التعريفي والرسالة الترحيبية والتقييمات مثل التمارين التفاعلية والواجبات والاختبارات اليوم بإذن الله سنتكلم عن كيفية إنشاء صفحة المعاينة، ملخص المادة والملف الشخصي ملخص المادة أو مقدمة عن المقرر يظهر ملخص المادة عندما ينقر المستخدم أو الطالب على اسم المادة من القائمة الرئيسية المتاحة على المنصة التعليمية ويتم اختيار المادة الخاصة بك وأيضا يستطيع الطالب الاطلاع على الملف الشخصي الذي يتيح لك إدخال المعلومات التي سوف تظهر على صفحة المعاينة لمقررك والذي سأتكلم عنه بالتفصيل لاحقا في هذا الفيديو الملخص هو عبارة عن تعريف وشرح مختصر للمادة والذي لا يتجاوز 300 كلمة كتابيا أو عن طريق فيديو قصير ونستتكلم عن الفيديو الترحيبي بالتفصيل في المحاضرة القادمة هذا الأسبوع أيضا منهج المادة وهو ما تريد تقديمه في المقرر مثلا عنوان كل فصل ومحاضرة ومحتويات كل محاضرة على شكل نقاط مختصر متطلبات المادة توضح للطلاب إذا كان هناك متطلبات المادة وما هي أو ليس هناك أي متطلبات مخرجات المادة وتكون على شكل نقاط بسيطة متتالية عن تصورك المتوقع للمخرجات التي سيجنيها الطالب بعد الانتهاء من دراسة المقرر أيضا مراجع وقراءات مقترحة إذا كان هناك كتب أو مراجع مقترحة يجب على الطالب الحصول عليه يمكنك أيضا إضافة سؤال وجواب عن المادة بعض الأسئلة التي يمكن أن تخطر على بال الطالب أو الطالبة قبل بداية المقرر حول المادة وتدريسها فتضع السؤال وتحته الجواب في هذا القسم شعار المادة أو اللوغو يعتبر هو شعار المادة الخاصة بك وهو مفتاح لتعريف الطلاب أثناء تصفحهم بالمقررات الإلكترونية والتسجيل لمادتك وينبغي أن تكون صورة فعالة حتى على نطاق صغير مثلا على كمبيوتر لوحي أو آيباد ويفضل أن تكون دون أي نص سنتكلم الآن عن الملف الشخصي أو السيرة الذاتية فالمحاضر أو المعلم هو المسؤول عن إنشاء وتحديث الملف الشخصي أو السيرة الذاتية الخاصة به والتي ممكن أن تتضمن عنوان بريد الإلكتروني البيانات الشخصية وصورة الشخصية للمحاضر إن وجدت وهو اختياري وأيضا بعض المعلومات الأخرى مثل سيرة مهنية موجزة أو الخبرات العلمية وبالإمكان وضع رابط كامل لسيرتك الذاتية في موقع ليطلع الطلاب عليها لاحقا وبذلك نكون قد تكلمنا بشكل مبسط عن كيفية إنشاء صفحة المعينة التي تتضمن ملخص المادة والملف الشخصي وفي المقطع الثاني سنتكلم عن مقدمة الفيديو التعريفي والرسالة الترحيبية شكرا لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة